في خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد جلالة الملك عبد الله الثاني اتزامه بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في القدس وأشار جلالته إلى أن المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر كما أن حقوق الكنائس في المدينة المقدسة مهددة أيضا مشددا جلالته على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إذ أن المسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا العربية والأراضي المقدسة وحاضرها كما يجب أن تبقى جزءا أساسيا من مستقبلنا وأوضح جلالة الملك بأن مستقبل مدينة القدس يشكل مصدر قلق ملح وأن تقويض الوضع القانوني والتاريخ القائم فيها يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية حيث أن لا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة Your Excellencies, as I stand here today, elections to Jordan's national parliament are coming to a conclusion It is one more step on our country's positive evolutionary path a path to which we have insistently conformed despite regional turbulence and a massive refugee burden It represents an achievement that is largely credited to our citizens, especially our youth young people who have stubbornly held onto Jordan's heritage of unity, strength and forward-looking spirit in spite of the odds ومن جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل تعتدي كل يوم على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في القدس مؤكداً أمام العالم تمسك الشعب الفلسطيني بالوساية الهاشمية على المقدسات في المدينة المقدسة ترجمة نانسي قنقر